السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجز لهم النبش لإتيان بذلك ووجب النبش للقبر هتكا للميت والسؤال هو أنه هل يمكن تعدي إلى مورد نسيان الحنوط في تدفين الميت أيضا بأن يقال عدم الجواز أو يجز ذلك الجواب بالنسبة إلى مثل المساء لم ترد رواية خاصة وإنما ما ذكروه في كتبهم وفي الفتوى بأن هنا أهمية حفظ حرمة المؤمن وعدم جواز هتك حرمته فالنبش يوجب ذلك فلأهمية هذا المورد يترك النابش وإتيان بالواجبات فما ذكروه من باب عدم إهانة المؤمن في مورد نسيان السدر والكافور هذا من جهتي الأهم والمهم والتزاحم بين الأمرين فإهانة المؤمن لا يجوز هتك حرمة المؤمن وهذا من المحرمات الكبيرة الإهانة الحتك طبعا الإهانة والهتك هذه هي الأمور من الموضوعات الموضوع اللي يجب الحكم وقد نعلم بأن الإهانة أهم من بقية الأمور فلذلك يترك نبش القابر ويترك الحنوط كما أنه يترك السدر والكافور في بثل هذه الموارد السؤال سماحة السيد ما هو الحكم بالنسبة إلى الدفن في الأرض المغصوب أو الدفن وتكفين الميت بكفن مغصوب هل هناك أيضا يقال الجواب المسألة عرفية لم يرد هنا دليل خاص طبعا هنا بحث آخر وهو أنه ما هو موجب للهتك عرفا هذا هو مهم لابد أن يحدد كيفية تحقق هذا العنوان فإذا كان الأمر مستلزما أو مستوجما للهتف فيترك وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا بالنسبة للمسألة المعاملة الرضوية المناخص بالعراض هذا مر على جناب المكتفير سادي لك بس هذا السؤال كون عن فضاء وهذه الدنيا يحتاج هذا الجواب من حضرتكم يأخذون الدينار بالدولار والدولار بالدينار يعني مثلا يأخذ ألف دولار يرجع ألف ونصف بالعراق هذا ربا دعينا لأمور الفسيحة تشوفوا في الربا يشترط أن يكونوا بعملة وحدة يعني يأخذ مليون دينار بين بعدين مليون ومائة ألف ينطر هذا الربا أما إذا عملتان الدولار والدينار لا مو ربا هذا نعم إيه ما يخاله على كل الأضررات تقدر بقدرها الفقهات يمسح الجبهة يمسحون الجبهة شوفوا التولية بالكتب الفقهة تولية الغسل تولية الفضوء الضررات تقدر بقدرها إيه الضررات تقدر بقدرها بمقدار الضرورة معذور أما بمقدار اللي يقدر لازم يسوي بال بال العفو السؤال سماحة السيد بالنسبة إلى تعيين المهور أحيانا يذكرون المهر بالأعيان كالذهب والفضة وما شبهه أحيانا يجعلون المهر بالمبلغ بالنقود المتداولة وتتغير قيمة النقود في طيلة سنوات متتالية فيجب مثلا سقوط قيمة العملة وما شابه فما هو التكليف بالنسبة إلى هذه الموارد خاصة إذا حصل الخلاف في استلام المهر الجواب نحن ذكرنا هذه المسألة في هذه الجلسة سابقا وبالتفصيل وبينا بأنه النقود التي تجعل للمهر فهنا للمقدار المعين حيث تعليلي لا تقييدي فإن المراد مثلا من جعل المهر ألف تومان أنه القيمة والقدرة الشرائية لهذا المبلغ بأنه كان يساوي أي مقدار مثلا من الذهب والفضل من الأمورات التي يشترى بهذا المبلغ فالمهر في الحقيقة قدرة شراء هذا المبلغ لا نفس عين المبلغ المعين وهذا بحسب المرتكز في الأذهان حين تعين المهر فكذلك يؤده هزار تومان لا نفس كما يشترى كما يشترى كما يشترى ميونجين قيمت ميونجين قيمت ميونجين قيمت ميونجين قيمت ميونجين قيمت وقت قد بوده اینه كما هرية شده نه اینكه هزار تومان نعم 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 اي لا الميت له الولاية اذا اوصى على من يصلي عليه من يغسله من يتفنه وان لم يكن عادلا ملازم الصلاة الا امام جماعي يكون حتى يحتاجوا الى العدالة لا لا ما يخال ما يخال بس اللي لا يعتبره عادلا اصلا صلاة الجماعة اه مو معلوم وجوب امام الجماعة يكون عادل لان مو صلاة اصلا هذا الدعاء مجازا سمي بالصلاة لا ركوع بي لا سجود بي لا لا صلاة الا بفتحة الكتاب لا فتحة الكتاب بي لا صلاة الا بالطهور لا طهور بي هذا مو صلاة اصلا ما يخال إذا أوصى يجب أن يصلي ذلك نعم فتشيئك وهو أنه ما دام الميت كان حيا وأوصى إذا الرجل اللي أوصى له أن يصلي عليه إذا رد قال ما أصلي أنا عليك هذا بالإجماع مواجب عليه أما إذا ما رد في حياة الميت بعد الموت هل له أن يرد محل خلاف بين الفقهاء بعض قالوا لا ما إلا حق أن يرد ما دام حياة الشخص الميت ما رد هذا لازم يصلي بعض قالوا لا ما يصير واجب عنه محل خلاف السؤال سمحت السيد إذا أوصى بأن يصلى عليه ويصلي شخص معين وذلك شخص لم يعلم في زمن حياة الميت بأنه هو الذي أوصى الميت بأن يصلي عليه فهل هنا أيضا يجب أن يقوم بذلك الجواب ذكرت بأن هذا المورد أنه هذا بعد الوفاة لا يحق له أرد هذا طبعا قول بعضهم وهناك بعض الوجوات والمسألة الخلافية جمعة لقلوا بعدم لزوم هذا صوت على ذلك الشخص طبعا وعليكم السلام نشكور إن شاء الله إن شاء الله لحسب ما هو قائل إذا يريد أن يوكله التوكيل صحيح أما هو يأخذ الأموال إلا لا مجز إذا مريض بحيث ما يشعر إيه صحيح التوكيل مو قبول موسع لا لا شرعا ما يس هذا الفقهاء العشرات من الفقهاء أحدهم من ملزلنا أني رضوان الله عليه أستاذ الفقهاء ومن بعده كثيرون قالوا ما يخالف إذا أحد ثلاثة أمور ما يصير أن يتضرر ما يخالف أما إذا ما يموت يعني إذا يجري له هالشكل يسوي موت ما يجوز إذا يجري له هالشكل يسوي قوة من قواه تتلف يعني عينه تعمى سمع الأذن يروح لا ما يجوز الثالث إذا يصاب بالأمراض العظيمة كالسل والسرطان ومثال غير هالثلاثة إذا ألبدن في شعائر الإمام الحسين عليه السلام وفي الشعائر المقدسة لعامة أهل البيت إذا ألبدن ما يخالف بل هو مأجور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا نحن نعرف أنه العلم عليهم السلام هم الوسائل بين السماء والأرض لأمور الجميع لكن هناك امتشر في بعض الفضائيات ببعض إفوالنا بأنه عليم نيلي طالب هو الخالق وهو الرازق هذا النعم وإن كانت هو القدرات النهاية وظيفة الضمام أن يرى المؤمنين عليه السلام كما في بعض الفضائيات الآن في الدعاء الشريف والد وفي روايات كثيرة أيضا الدعاء يقول لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عباد عباد عبد عبد أهل البيت عليهم السلام عباد لله عز وجل وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله أول عبده بعدين ورسوله نعم 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 إذا لم يقرأ هذا الدعاء في هذا الوقت بعد ذلك سعند ذلك النوم هنا يريد أن يقرأ الدعاء وإذا بغيفه يقرأ المبار بل هنا يقطع الدعاء ويدل إلى الطيب لإستقباله بالإمكان أن يوري ويقول للطيب أنه مجدول أو يقرأ الدعاء لإستقبال الضيب إذا كان مؤمنا ثمت أيضا باستحباب التزاحم وقع بين المستحبين الواقع التزاحم سواء بين الواجبات أو بين المحرمات بعضها مع بعض أو بين الواجبات والمحرمات أو بين اللا اقتضائيات مستحبات مكروهات إذا أحرز من الأدلة الشرعية أهمية أحدهما ذلك المهم يقدم جماعة من العلماء أحدهم نرزلنائني رضوان الله عليه وآخرين ذول قالوا حتى إذا احتمال الأهمية أكو هذا اللي جماعة آخرين لا يقولون به عنهم لا أقول به يقدم أما إذا محمو محرز الأهمية يكون مخير هذه الموارد تختلف تزاحم صار بين الدعاء الشكيل وبين الضي تزاحم صار بين الدعاء الشكيل وبين مستحب الآخر وهكذا كلما أحرز من الأدلة الشرعية أهمية هذا المستحب على ذلك المستحب يقدم يعني إذا ثبت استحباب يعني إذا ثبت استحباب مو مجرد ثبت لا استحباب حتى ولو بقاعدة التسامح على كل يرجع لأنه أيهما عند الشارع أهم إذا أحرزت الأهمية وعلى ذلك القول حتى احتمال الأهمية يقدم وإلا يخير لا تقديم ماك نعم على كل المسألة راجع إلى إحراز الأهمية عند الشارع وعلى ذلك القول أنه احتمال الأهمية يكفي في التقديم وإلا لا لا فرق ماكرا مضيفة قدما وماكرا موالد فخارق مكفي خلاصة بايدز هارجه هارجه إحراز أهمية كالفبها بله سيئنا حيث المتواثر صلى الله عليه وآله يقول أفضل الأعمال لصلاة على محمد وآله 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 وما بعدها رسول الله قال الصلاة في أوقاتنا يعني شنو ليش يأخرو ها شوفوا إذا الشخص اطمئن إلى دخول الفاجر لا الأفضل أنه لا يؤخر أما أحيانا من باب الاحتياط يؤخر يعني ما مطمئن هل له من أذنه هل دخل الفاجر أم لا يحتاطي أخر شوفوا إذا الأذان أذان معتبر شرعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من مرة أنا ذكرت هذا الشيء اثنين كانوا يأذنون واحد بلال كان يأذن واحد ابن أم مكتوم رجال كان مكفوف البصر كان يسأل من هذا وذاك طلع الفجر أي وعد يقول لي يروح يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان قال إذا أذن ابن أم مكتوم فاكلوا في شهر رمضان وإذا أذن بلال فأمسكوا لأن لا تأكلوا إذا الأذان معتبر لا تأخر ما يحتاج أما إذا الأذان واحد يشك بي أنه معتبر أو لا يأخر في محله يرجع يرجع للمكلف نفسه واحد يشك واحد ما يشك إذا بينه وبين الله الصدق يشك يأخر في محله هذا القاعدة هذا إذا شك أكوئي تأخر بمحله إذا شك ماكو لا لا تأخر شنو اللي يشك احتياط وجوبي يأخر أما إلا ما إلا شك لا مو أحجر لا استحبابي لا وجوبي لا 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 المشهور بين الفقهان هو الليلة المقبرة وغيرها فرق ماكو السؤال سمحت السيد هل هنا يبنى على الاحتياط أو على تقديم الصلاة الجواب إذا حصل الشك فهنا لا بد من الاحتياط لم يطمئن بدخول الوقت فلا بد أن يصلي في الوقت السؤال سمحت السيد هناك بعض السيارات اللي توقف في محلي عبور ومرور الناس فهل يمكن نظر إلى مثلا مرآة هذه السيارة يعد من التصرف فيها الجواب حسب الظاهر هذا المقدار لا يعد تصرفا مجرد النظر لا يجب التصرف ولكن بالنسبة إلى أكثر من ذلك ربما يكون تصرفا إلا إذا علم بأن الصاحب السيارة لا يهمه هذا المقدار مثلا إذا اتكأ إلى السيارة يعلم بأن الصاحب السيارة لا ينزجر ولا يضره هذا المقدار وطبعا هذا يرجع إلى القاعدة العامة لا يحل التصرف في مال امرأة إلا بطيب نفسه فإذا علم بطيب النفس يجوز له وإذا علم أنه لا يعلم أو إذا شك في ذلك لا يجوز له التصرف نعم واحد آخر هذا المتوضي يمسح يده المرطوبة بيد شخص آخر ذاك يمسح له زوجت ابن جار أي واحد يكون لا 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 هذه المسألة موجودة في كتاب العروة الوثقة والفقهاء هم أفتوا هكذا السؤال سمحت السيد إذا طلبوا من رجل الصلاة على ميته ولكن لم يكن حاضرا حين أداء الصلاة وجمع آخرون صلوا فهل هناك يجب على من أمر طلبوا منه الصلاة أن يصل الجواب إذا أتوا صلاة الميت وتم ذلك فهذا كان تماما ومقبولا ويجزي نعم إذا كان الميت قد أوصى بالصلاة الصلاة عليه من طرف شخص معين وقبل ذلك الشخص الصلاة فهنا عليه أن يؤدي هذه الصلاة على الميت ولو نماز خونده باشن این خودش برش واجب نماز بخونه وله اما اگر رسید بعد دفع ندیگه وله چون وقتی اگر واجب شد برش نماز هم جلو که تون قبل عرض کردن اگر قبول کرده و بعد از موت خبر بش نرسیده باشه و قبول نکرده باشه خلاص در صورت السؤال عن مورد اللي قبل الصلاة ولم يتمكن ان يحضر حين الصلاة ودفنوا الميت فما هو اتك الجواب ذكرنا انه يمكن له ان يأتي الى القبر ويصلي على القبر الى يوم وليل الى 24 ساعة سلام عليكم ورحمة الله بل اه حرص کردن حرص کردن اگر بر این واجب شده نماز چون قبول کرده وله باید بکنن نعم نعم الواقع الغيب مختلف بعض هون من هالقسم بعض هون من هالقسم كل موشف الواحد باید باید نعم صلوات الله هذا العلماء ذكروا انه ليس معنى أن علي صلوات الله عليه أفضل من رسول الله لا شك أن رسول الله أفضل من علي صلوات الله عليهما وآلهما وليس معنى ذلك أن فاطمة عليه السلام أفضل منهما بل معنى ذلك اللغوية الله عز وجل حكيم عمل لغو ما يسوي إذا كان يخلق رسول الله ولا يخلق عليا ولا يخلق فاطمة كان لغوا خلق رسول الله لأن الله عز وجل خلق رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يبقى دينه إلى القيامة إذا علي وفاطمة عليهما السلام ما موجودين الله ما يخلقهم في دين الإسلام لا يبقى فقط لغو هذا لا يدل على الأفضلية يدل على اللغوية والله حكيم فما يسوي الشلاغ مكروه مكروه شرعاً أن الإنسان قبل موته يهب أمواله لشخص أو لجهة بحيث لا يبقى إرث للورثة هذا مكروه محرام لا وعليكم السلام لا 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 هذا من باب الإتمام الحجة على الأعداء حتى الأعداء شافوا هذا الشيء مع ذلك بقوا على عداوتهم تتم الحجة تعلم لا هذا مو معنى الله إنه من جاءت أمام الأعداء ومن جاءت إمام معصوم أيهو إمام معصوم بالنتيجة في قوله وعمله لازم يتم الحجة على الخالق هذا نوع إتمام حجة حتى نوع من لأن يجوز بعض ما شافوا من الأعداء أما من لطف لما مخلى الدم على وجهه بعض آخرين شافوا إتمام حجة صار عليهم ليش لا ليش لا نعم نعم لأنه هو المباح والمستحاب والمكروه والواجب والحرام هذا كله على حسب التعبير الفقهاء لا بشرط لا بشرط يجتمع مع ألف الشرط ما يخالف عليكم السلام العفو لحظة لحظة السؤال سماحت السيد لو أوصل ميت الصلاة عليه من شخص معين وقبل ذلك في زمن حياة ولكن بعد ذلك لما أتى لكي يصلي وصل متأخرا وقد دفنوا الميت وصلوا عليه فهل هنا يبقى الوجوب عليه أو يجوز له ترك ذلك الجواب قلنا أنه لو قبل بذلك في زمن حياة المتوفة فهذا لم يسقط عن هذا الواجب وعليه أن يؤدي وصلت على قبره نعم أهلا وسهلا أهلا بكم جميعا إن شاء الله مقبول مذخوره إن شاء الله توفقون وترجعون سالمين إلى سالمين أدعو لكم بالقبول والموفقية إن شاء الله وصل الله على محمد وعليه الطاهرين بالقبول والموفقية التحرير اشتركوا في القناة